نروح لأخبارنا النهاردة وصحيفة اليوم السابع يمكن كانت كتبت خبر النهاردة نشرته قالت فيه أنه مسؤوله النادي الأهلي بينتظروا الموافقة الخاصة من الجهات الأمنية على إقامة مطش أو مباراة الفريق اللي هتكون أمام الوداد المغربي في عودة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على الساد القاهرة واللي تحدد ليها يوم 3 أكتوبر اللي جاي إن شاء الله الأهلي يمكن كان خاطب الجهات الأمنية خلال الساعات الماضية عن طريق اتحاد الكرة عشان تتم إقامة اللقاء المنتظر في الساد القاهرة بعد تحديد معاد 3 أكتوبر عشان يكون معاد لمباراة العودة طبعاً يا أحمد مباريات الزهاب خلاص زي ما قلنا في المغرب مباريات القياب في القاهرة في مصر إن شاء الله الفاينل هو للسه متحددش بس لو الفريقين مصريين خلاص على أرض مصر لو مغربيين على أرض المغرب ولو فريق من هنا ومن هنا هي بقى الأرض محيدة غير مصر والمغرب